ونرحب من أنظم إلى شاشة السعودية وإلى برنامج ديرتنا فعلا في منطقة الباحة تنتشر القلاع والحصون والقرى الأثرية في تقريبا جميع القرى وغالبا تكون الحصون مترامية الأطراف على أطراف القرية لأن أسباب وجودها في الدرجة الأولى أسباب أمنية اليوم أن ألاحظ الكثير من الجمال في قرية الموسى الأثرية التي مزالت تحتفظ بالرونق القديم في البنيان كما تشاهدون ربما خلف هذا البيت الذي يميزه المرء الأبيض على شكل مثلثات كذلك من ضمن الأشياء الموجودة في الأبواب اللي لاحظتها الآن دعسة الدركتال وأيضا موجودة نقشة المقص وموجود عدد من النقوش على شكل معين والكثير من الزخارف التي يهتم أهل المنطقة في تثبيتها في الأبواب لن أطيل عليكم سأترك تفاصيل هذه القرية لمن هو من أهل القرية باسمي وباسمكم مرحب بطيفي وضيفكم الأستاذ خالد عازب الزهراني المشرف على قرية الموسى التراثية أهلا وسهلا فيك يا أستاذ خالد منورنا على الشاشة السعودية حياكم والله ترحب المطر مرحبا هي العديد السيل أنتم الأهم في قرية الموسى التراثية قرية الموسى التراثية في أكثر من 48 بيت وكل بيت أجمل متاني بالتفاصيل بالأشياء التي فيها بالأشياء التي احتويها البيوت هذه طبعا فيها أشياء عجيبة مثل ساحة البوزان وعندكم برضو المرصد الزراعي إضافة إلى مسجد القرية مسجد التسع الأكثر من 40 شخص وكما تشاهدون هذا الحصن أمامكم هذا الحصن يعتبر من أطول الحصوم في منطقة الباحة وارتفاعه تقريبا 20 متل النقوش تستهر نفس القرية بالنقوش الأثرية على نفس البيبان وعلى نفس الشبابيك وعلى نفس الزفر الشيء عجيب وعظيمة يعني غريبة كان موجود معنا قبل فترة اللي هو الناقش اللي حسن بن عمير الغانمي كان موجود عندنا في القرية هنا وسوى لقاء كامل لأحد القنوات الفضائية وكانت تكلم عن النقشة هذا فعلا لما تنظر للنقشة تجد فيها الإبداع شيء عجيب بس اللي بغيت أسأل عنها أستاذ خالد أنا لاحظ نقش هنا قديم في التاريخ لكن يعتبر جديد على القرية كم عمر هذه القرية تقريبا القرية عمرها فوق 750 سنة ويمكن يزيد بالنسبة للبيبان هذي اللي تشاهدون هذا كل عملية ترميم قبل 100 سنة تقريبا يعني تم الترميم قبل 100 عام بعد 100 عام طيب بغيت أسأل عننا الآن أنا لابس هذا اللبس اللي هو الجبة ممكن تعطينا عنها تفصيل بسيط طبعا يسمونها الجبة هذي طبعا من صنع أهالي القرية نفسهم من النساء القرية يصنعونها من نفس الصوف الصوف الغنم ويقوم عن طريق الغزل وعن طريق المنفاش يقوم بنصرع هذه وكما تشاهد هذه النقش كل الموجود عندك بنفس النقوش هذه اللي موجودة هذه كلها نقوش من نفس صنعة النساء القرية يعطيك الفعافة شكر لك أستاذ خالد على كل هذا الجمال إن شاء الله حياكم الله حياكم الله ترحيل المطر مرحبا هنا الله يبقيك وعافيك هذه الترحيل بتهل المنطقة المعروفة تكلمنا عن اللبس الرجالي وعن هذه الجبة ولكن هذه الفتاة الصغيرة الجميلة التي اسمها راما لأنها ربما خائفة من الكاميرا لا تستطيع أن تتحدث الآن ولكن تلبس هذا الثوب المكلف وهذا المعصب المرصع ببعض البلورات القديمة دليل على اللبس التراثي الذي كان منتشر ربما في المنطقة الجنوبية بشكل كامل ولكن تختلف المنطقة الأخرى ببعض الزخارف هذا مكان لدي اليوم في هذا المكان وفي هذا الجمال شكرا لضيفي وشكرا لهذه الطفلة الجميلة